حالات المادة أول درس في هذا الفصل هو المادة وسنبدأ الدرس بتعريف ما المادة المادة هو كل ما يشغل حيز أي أن له حجم وله كتلة ولا يشترط في المادة أن تكون مرئية فالهواء مثلا مادة وما هي حالات المادة؟ المادة تتكون من جسيمات صغيرة هذه الجسيمات مثل الذرات والجسيئات والأيونات وهذه الجسيمات تجذب تتجاذب فيما بينها كل منها يجذب الآخر وفي نفس الوقت تتحرك قوة الجذب وطاقة الحركة لهذه الجسيمات الصغيرة هي التي تحدد حالات المادة والمادة لها أربع حالات صلبة سائلة غازية وبلازمة هذه الثلاث هي الحالات الشائعة الصلبة والسائلة والغازية الحالات التي نعرفها ريموت أما البلازمة فهي تحدث عند درجة حرارة عالية جدا مثل التي توجد في الصواعق وفي النجوم أو أضواء النيون ولأن البلازمة ليست شائعة في الأرض فلن ندرسها بالتفصيل ولكن سندرس الحالات الصلبة والسائلة والغازية وأول حالات للمواد التي سندرسها هي المواد الصلبة المادة الصلبة هي مادة محددة الحجم أي أن حجمها لا يتغير كما أنها محددة الشكل أي أن الشكل فيها ثابت مثل جميع المواد الصلبة التي تعرفها الخشب الحديد الصخور كل هذه المواد الصلبة محددة الحجم محددة الشكل وماذا عن حركة الجسيمات في المواد الصلبة؟ نحن قلنا أن التجاذب بين الجسيمات وحركة الجسيمات هي التي تحدد حالة المادة إذن في المواد الصلبة ما هي حركة الجسيمات؟ الجزيئات في الجسيمات أي الذرات والجزيئات تهتز في مكانها فمع أن المادة الصلبة وقد لا تحس أنت بحركة الجسيمات لكنها تهتز في مكانها وقوة الجذب بين الجسيمات كبيرة وهذه الجسيمات لا تستطيع الابتعاد عن مكانها لأن قوة الجذب بين الجسيمات كبيرة ويمكن تمثيل الجسيمات في المواد الصلبة بهذا الشكل فالجسيمات قريبة من بعض بينها قوة جذب عالية وتتحرك من مكانها لكن لا تستطيع الابتعاد وهذه الجسيمات قد تترتب بطريقة معينة فتكون المواد البلورية ففي المواد البلورية الجسيمات تترتب بطريقة منتظمة وهذه الطريقة المنتظمة تتكرر فتكون البلورات ومن أمثلة المواد البلورية الثلج والملح والسكر وفي مواد أخرى تكون الجسيمات مواد صلبة غير بلورية فالجسيمات في المواد الغير بلورية تكون عشوائية أي ليست مرتبة بانتظام ومن أمثلة المواد الغير بلورية المطاط والبلاستيك والزجاج والحالة الثانية من حالات المادة هي السوائل والسائل هو مادة لها حجم ثابت ولكن شكلها متغير أي أنها تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه فإذا وضعت الماء في كاسة يأخذ شكل الكاسة إذا وضعته في أنبوب يأخذ شكل الأنبوب والسوائل لها هذه الخاصية بسبب حرية الحركة لجسيماتها كما قلنا سابقا حالة المادة تتحدث بحركة جسيماتها وقوة الجذب بينهم إذا في السوائل تتحرك الجسيمات بحرية أكبر ولها طاقة كافية لتغير مكانها ضمن السائل لكنها لا تستطيع الانفصال تماما عن باقي الجزيئات والسوائل تختلف في اللزوجة وما هي اللزوجة؟ هي مقاومة السائل للجريان فبعض السوائل له لزوجة كبيرة مثل العسل فهو يقاوم الجريان أو الانسياط وهو أكثر بكثير لزوجة من الماء وعن ماذا تنشأ اللزوجة؟ تنشأ اللزوجة من قوى التجاذب بين الجسيمات وينشأ على سطح السوائل ما يسمى بالتوتر السطحي والتوتر السطحي هو أن يكون سطح السائل مشدوداً كأنه غيشاء رقيق وأيضاً ينشأ التوتر السطحي بسبب قوى التجاذب بين الجسيمات والحالة الثالثة من حالات المادة هي الغازات والغاز هي مادة حجمها متغير أي أن الحجم غير ثابت وشكلها أيضاً متغير شكلها أيضاً غير ثابت وبالتالي ما الذي تتوقعه بالنسبة لحركة الجسيمات؟ تتوقع أن الجسيمات تتحرك بسرعة كبيرة كما أن لها طاقة أن تتباعد عن بعضها البعض